السلام عليكم ثامن اليوم هنأخذ آخر درس في الكتاب بعنوان ظاهرة الرنين هلأ أي مادة موجودة في الدنيا يا ثامن تهتز بتردد معين أي مادة موجودة في الطبيعة تهتز بتردد معين وهذا التردد يسمى بالتردد الطبيعي للمادة إذن أي مادة موجودة في الطبيعة تهتز بتردد معين يسمى التردد الطبيعي للمادة هلأ خلينا نفترض أنه في مادتين او جسمين قريبات من بعضهما البعض واحد من هالجسمين بيهتز ايش يعني بيهتز يعني بتحرك والجسم الثاني ما بيهتز اذا في عندي خلينا نتخيل مع بعض انه في عندي جسمين لقرب من بعضهما البعض والجسم الاول بيهتز بيهتز يعني ايش بيتحرك علما بان التردد الطبيعي للجسمين ما له قريب من بعضهما البعض يعني او بنحكي عنه متساوي اذا ايش رح يصير لما يهتز جسم قريب من جسم اخر لهما التردد الطبيعي نفسه إيش رح يصير إذن خلينا نتخيل مع بعض يا ثامن أنه في عندي جسمين الجسمين لهما التردد الطبيعي نفسه يعني الجسمين لهم نفس التردد والجسم الأول بيهتز يعني بيتحرك أما الجسم الثاني ما بيهتز إيش رح يصير إذن لما بيهتز جسم قريب هنا يا ثامن عند اهتزاز جسم قريب من آخر يعني واحد بيهتز والثاني يساكن ما بيهتز لما بيهتز جسم قريب من جسم آخر والجسمين لهما تردد طبيعي نفسه فأن الجسم الآخر سوف يزداد اهتزازه يعني الجسم اللي كان ساكل رح يهتز وبيزيد اهتزاز ذراته بشكل ملحوظ شو السبب في ذلك؟ بسبب ايش اهتزاز الجسم الأول لأنه الجسم الأول لما يهتز والجسمين لهم نفس التردد فبالتالي ايش؟ رح يهتز ويزداد اهتزاز الجسم الثاني بشكل ملحوظ فعشان هيك في سنة او في حدث قديما صار انهيار جسر تاكوما هذا الجسر موجود في واشنطن طبعا وزنه بوصل لألاف الأطنان طبعا بسبب رياح خفيفة هبت رياح وقدت الى انهيار هذا الجسم فاحتار المهندسون انه شو السبب انه يعني وزنه آلاف الأطنان ورياح يعني كثير خفيفة خلته ينهار بعد ما اجروا العلماء دراسات وابحاث توصلوا انه سبب انهيار هذا الجسر هو ايش؟ هو ان التردد الطبيعي للمواد المصنوعة من هذه الجسر قريبة من ايش؟ من التردد الطبيعي لحركة الرياح فلما اهتزت الرياح مش اهتزت الرياح وترددها الطبيعي قريب من تردد المواد المصنوعة من الجسر ادت الى اهتزاز الجسر وبالتالي ادى الى انهياره ادى الى انهياره فهذه الظاهرة تسمى بظاهرة الرنين خلينا ما بعض يا ثامن نعرف الرنين عرف الرنين هو اهتزاز جسم بتأثير جسم آخر له التردد نفسه كمان مرة عرف الرنين يا ثامن هو اهتزاز جسم بتأثير جسم آخر له التردد نفسه كمان مرة عرف الرنين هو اهتزاز جسم بتأثير جسم آخر له التردد نفسه يعني جسمين والجسمين اللي هما التردد الطبيعي نفسه فالجسم الأول بكون مهتز أما الجسم الثاني ما بهتز بكون ساكن بس الجسمين لهم نفس التردد لهم نفس التردد فبالتالي الجسم الثاني سوف يهتز ومنلاحظ ايش يعني نكون ملاحظين وبشكل ملحوظ انه هذا الجسم عم يهتز نجعل تطوير المعرفة صفحة 170-8 وضح مبدأ عمل جهاز الامواج فوق الصوتية في تفتيت الحصة هلا فيه الانسان عندما يصاب بالحصة فلازم يجروا له عمليات واحدة هذه العمليات اللي صارت تجرى حديثا اللي هو استعمال جهاز الامواج فوق الصوتية لتفتيت الحصة كيف رح يصير او شو مبدأ عمل هذه الامواج فوق الصوتية طبعا يصدر مبدأ عملك الاتي يصدر جهاز الامواج فوق الصوتية موجات هذه الموجات ذات تردد مشابه للتردد الطبيعي للحصة يعني تردد الموجات الفوق الصوتية بيكون ايش بيكون مشابه او بيكون نفس التردد الطبيعي للحصة الموجودة في جسم الانسان مما يؤدي الى اهتزاز الحصة الحصة ايش بصير تهتاز لما تهتز بالتالي بتتفتت إلى أجزاء صغيرة وتخرج خارج جسم الإنسان مع البول نجعل التقويم التأمل سؤال واحد فسر ألف ينصح ينصح لقاء الجنود هو بعدم السير بانتظام عند عبور الجسور هلأ عند عبور الجسور ينصح بعدم السير بشكل منتظم ليش؟ لأنه عند اهتزاز أقدام الجنود مش الجنود كانين بمشوا بحركات منتظمة بدي لأيش اهتزازهم فبالتالي يؤدي إلى اهتزاز الجسر هلأ الجسر مع أقدام الجنود له ما تردد طبيعي نفسه تز أقدام الجنود يؤدي إلى اهتزاز الجسر وقد يؤدي إلى انهياره زي الجسر اللي حكينا عنه في بداية الفيديو الموجود في واشنطن نيجي علابة يصدر تشويش عن جهاز الراديو عندما يرن الهاتف الخلوي بجانبه وليش بصير في عندي تشويش بين جهاز الراديو لما يرن الهاتف الخلوي إشي طبيعي لأن تردد جهاز الراديو قريبا تردد الهاتف الخلوي أو منحكي أن تردد جهاز الراديو والتردد الهاتف الخلوي لهما نفس التردد الطبيعي مما يؤدي إلى اهتزاز الهاتف الخلوي وبالتالي يؤدي إلى حدوث تشويش واضح ولهون يا ثامن من قون أنهينا درسنا ظاهرة الرنين ويعطيكم ألف عافية